سلام بنات كذلك كنت بيخارة ولا خير و اللي اول مرة كنت شاهدوا في القناة يشارك و يفعل جرس باش يوصلوا الجديد و مرحبا بالناس اللي التعقوا بالقناة دليل يقول لكم مرحبا بكم و الف مرحبا و الناس القدام كانوا بغيركم كان نموت عليكم كما كنت شاهدوا الكبيدات سنوجد معكم واحد الكوميرات او خبيزات كما بغيتو زويني البناس سنجد ان نشاركهم معكم او خبز في الزرارة و هنا الكبيدات سنحرفوا عن المقادر كيف ما كنت شاهدوا معي اول مرة سنجد معكم البيض أول مرة سنجد معكم البيض صحيح يجيز بنا البناس في الخبز و عندي هنا واحد البيضاء و عندي واحد الجوج معلقة الساني ده و شوية الملحة انا حتيت معهم من هذه الملحة و الجوج معلقة الزيت يعني زيت العامر عندي الخميرة كتبقى على حسب الجو و عندي الجوج معلقة الحليب نيدو كبيدات اللي ما عندوش الحليب ما يديروش يعني كيبقى اه اختياري بالنسبة لدقيقة ذات جوز ديال الزليف يعني انا ما اكترتش بزاف و كي قلت لكم الخميرة كتبقى على حسب الجو يعني الى كالحاس خورة كتدروا غير شوية كالحل بارد بالنسبة لنا احنا ابدأ كيبرد الحال يعني اكترت واحد شوية بالنسبة لدقيقة لبنات كيبقى اختياري يعني واش انتو ما بيتو تديرو دقيق قمح الكامل يعني كيجيزوين الصراحة كيجيزوين انكم سبق لي وحطيت لكم به اه الخمز او تديرو اه الفينو ولا تديرو كيف درساني يعني دقيقة اللي كتعجنو وصافي هو ليس تديرو و احنا كبيدات عندي زرارة الزرارة كيبقى ذلك اللي عندك في الضار احنا البنات الزلجلان انا ما ادرتوش حيث ما عنديش مبقىش عندي صراحة كنستعمل بزاف وكنت قده الاربع يعني كنت قده اه كيكون السوق وعندنا الزلجلان تفيت بعدنا اه نقي وزوين وعد كتجيبي الكيلو كتجيبيه ارخيص مهين الزلجلان اسوين يعني فات السوق حتى السوق جين شاء الله عاد غدي نجيبه هنا الكبيدات السابق غدي نبدأ وكنت لكم بالنسبة الزرارة عندي البابو عندي زرارة القرعة وعندي الزرارة ايضا لنا بذلك الكحلة اللي كنا اكله مهم كما دي تشوفوا معايا وكي مقال لكم الاختيار هنا كبيدات كندير كوش يمحوا بعضه بعضوه وفي النسبة للعجين انا كنعجنها بالماء الدافئ طب هنا كبيداتي اشتوه سوف نضيف الزرار على هذه البيضة وكيف يجنونها بالمدافع عادية بالنسبة للزرار على الناس سوف نضيفه وكيف تشوفه معي أنا كيف تشوفه دائما كيف تشوفه في الخبز كيف تشوفه يبقى لكم الاختيار سوف نضيفه قليلا سوف نضيف هذه البيضة وكيف تشوفه معي سوف نضيفها ونعجلها عادية ونطلقا ان شاء الله بعد ما نعجلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفوك سوف نضيفها سوف نضيف المشروع سوف نضيفها بعد ما اعجنتها اشتركوا في القناة وفي القناة سوف نضيفها اشتركوا في الفيديو كيف تشوفوا البنات هنا سوف نوجد واحد طبصيل كيف تشفتوا معي اللي قدرت فيه الزلج خلطت لكم هنا الكوبيدات وعندي واحد طاصة اللي فيها الماء غير الماء مروا بني سوف نشد هذه القرصة ونضغط عليها وتلويها كيف تشفوا معي خلطوا الزلج خلطوا الزلج ونشوفوا هنا ما خلط شرعوا واحد شوية جنيفال بافو ولكن سوف نخلط هذه الزلجة صافي البنات كيف تشوفوا معي سوف نعود معكم واحد ونقبح لك حتى نكمل ان شاء الله هذا الكمية اللي عندي وانا ما عنديش بزافة البنات ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر 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 ونشرطهم بالموس ونغطيهم او ندخلهم الفران ونجعلهم في الفران طافي ولكن يكون دافي ونجعلهم فيه بعد ما يخمروا سنجبدهم ونجبدهم ان شاء الله سنوريهم لكم غالي بتنقول لكم هو مني تبيت طيبوهم ضرور شدوا واحد كويس دي الموليز ليفوت ونجعلهم حمرين ونجعلهم مقرمشين للبنات انا سوف نوريكم كيف اجدلت لهذا الكاس ونجعلهم معي هنا كبيتات يشوفوا من بعد ما يخمروا مزيان هان تمارا تزاد الحجم ديالهم الكويس ونجعلهم معي هنا الكبيتات من بعد ما طعبوا لي الخبيزات كيفما شفتوا كيجو زويني البلات كيجو مقرمشين كيجو محمرين ان شاء الله اتجربوا من الاعجاب ديالكم هناك بداية غالي نقطع لكم هادي بشتوفوا شكيه ديال حتى من الدخل دياله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر